مشاهدين العزاء إن الأغنية يمكن له أن تعبر بشكل أكثر بلاغة من كتاب تأريخ طويل هذه هي أغنية من إسرائيل تغني بها مغني إسرائيل الأستوري يهرام قاون في عام 1971 والتي تتحدث عن المشهد اليومي على جسر ألنبي الذي يربط بين بلده وبين الدولة الأردن المجاورة ذلك المشهد الذي يبدو معبرا عن مدى انبهار الإسرائيليين في ذلك الوقت بالعالم العربي الكبير من حولهم وربما يبدي هذا الآمال حول اتصال أكبر بين أبناء العام فقد كان هذا الوقت هو وقت براءة مقارنة بالتشاؤم حول وضع السلام في ظل الصراع القائم الذي لا ينتهي إلى اليوم فقد صادفتها على موقع اليوتيوب هنا في بيتي في نيويورك فقد تسنى لي وضع ترجمة لها باللغة العربية ومشاركتها معكم المترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى موسيقى